اهلا بكم الى موجة اخبار الان قتل عدد من قوات الاسد جراء قصف فصائل المعارضة بصواريخ الموجهة مواقع لهم في جبل التركومان بريف الادقية الشمالي وكانت الفرقة الساحلية التابعة للمعارضة قد نشرت مقطع مصورا اثناء استهداف مقاتلها بصاروخ اتاو موقعا لقوات الاسد اذ اكدت مصادر من الفرقة ان خمسة افراد من قوات الاسد على الاقل قتلوا جراء الهجوم استهدفت غارات جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مواقع لداعش في الرقة في الوقت الذي حققت فيه قوات سوريا ديمقراطية مزيدا من المكاسب شملت استعادة السيطرة على مستشفى استراتيجي هذا واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ان معركة تحرير الرقة والسيطرة عليها ستستمر حتى يتم انهاء وجود تنظيم داعش في سوريا اكد المتحدث باسم قوة الرد السريع تابع لوزارة الداخلية العراقية المقدم عبدالامير المحمداوي ان الاستعدادات جارية لوضع الخطط للبدء بعمليات تحرير قضاء تلعفر قريبا واضف المحمداوي ان التنسيق يتواصل مع القوات الاخرى التي ستشارك في العملية مشيرا الى ان عملية تحريرها ستكون عملية نوعية وفي وقت قياسي اعلنت الشرطة الالمانية ان اطلاق نار في ملها بمدينة كونستانس بولاية بادن فورتنبرغ اوقع قتلين واربع جرحة واضحت الشرطة ان شخصا لقي حطفه اثر اطلاق عيرة نارية في الملها كما لقى الجاني المشتبه في حطفه بعد تبادل اطلاق نار مع الشرطة مع قرب نهاية داعش ستزايد المخاوف في بريطانيا من عودة المتشددين المنتمين للتنظيم والحملين للجنسية البريطانية الى البلاد هذا ما يدفع السلطات البريطانية الى سحب جنسيتها ممن يثبت انتمعهم لداعش والتنظيمات المتشددة الاخرى وقالت السلطات البريطانية بانها سحبت جنسية 150 شخص متشدد خلال الست سنوات الماضية وقد زادت الحكومة من استخدام اوامر الحرمان من الجنسية بعد تحضيرات مفادها ان 300 ارهابي يمكن ان يعودوا الى المملكة المتحدة حلق نحو 30 منطادا في سماء ايطاليا فيما وصفه المنظمون بانه الحدث الاكثر استرخاءا في قائمة مسابقات المناطد الدولية وخلال الانشطة التي تستمر عشرة ايام والتي تشمل برنامجا ثريا من الاحداث يجرب المشاركون الطعمة محلية ومن المقرر ان ينتهي الحدث اليوم بمنح الكأس الفضية للفريق الفائز نهاية الموجز الى اللقاء